سمعت صريح اليوم للمساعد المدربنا بالنغيس قال لك شفناهم بعد المباراة منتخب طوكو كانوا فيكسي بسبب الخسارة يعني غضبوا كثيرا بسبب الخسارة كله كله زعماش وقالوا كله غضوا من الحال ويقول منتخب الجزارية ليش ربحتونا بخمسة يعني غضوا من الحال بزاف ورمعونين يعني يعرفوا عندهم امكانيات تا ما يخسروش وحتى يفوزوا يعني هاد القدرة هادية رح يسي وضفوها في مباراة اليوم الاثنين رو بداش شحن الجماهر تحهم اكيد التذاكير رامي بيعها منذ اربعة ايام هناك في لومي الملعب بادت على لومي الجزائر تعرفوا لان حضرنا كأس افريقيا فيه في ملعب كيجي هدايا لعبنا فيه مباراتين ودربنا فيه في الاشبوع كامل يعني الكثير من اللاعبين اللي رام حاليا منهم رياض محرز والباقية وماندي والجماعة كلهم يعرفوا هاد الملعب يعني كاين اشياء كثيرة لتلعب لصالح المتحدة المنتخب الجزائري الضغط رح يكون على طوغو يعني الجزائر تحتاج لقطة واحدة الاشارة برك المباراة اليوم امتهت بهدف مقابل سفر لصالح غنية استوائية يعني الغنية استوائية هي المرتبة الثانية الان طوغو لازم تفوز على المنتخب الجزائري هذي كلها يعني كيتحطها في في اينات اعطيك مباراة كبيرة والمنتخب الوطني مع الاشارة ان الحاكم حيكون من الكونغو الديمقراطية يعني امور هذي لازم المنتخب الوطني يسيرها ببعض بحذر شديد نعرفوا التحكيم في افريقيا ما كلنا عبدو نهضروا عليه صحيح اه يعني نظرنا وان الملاحظ باللي في الاوين الاخيرة شفنا يعني الحكام تحسن 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 مع الفرق تعنا وحتى الفريق الوطني يعني صراحة يعني وتحسنوا مع المنتخب الجزائري يعني يردوا بالهم كتر يعني مع الاليزون تي سيدون ليصراو صح صح يعني الحكام كانوا في المساعدة حتى نهر فازوا علينا هنا غينيا واحد ما اهضر واحد ما قال بليم التحكيم او ظلمنا ولا شيء جميل مليح بدي يعود للطريق يعني ما لانه في فترة سابقة كانت هناك ايادي كانت تدسية خافية تسير في التحكيم الآن ربما تحسن شوية الوضع بعد التغيير اللي طرق على رئاسة الجنة التحكيم في في افريقيا اللي راي الان تحت قيادة البينين الرئيس من البينين لهذا نشوف المباراة هذه ان شاء الله تكون مباراة جيدة قتلك فوق في ظروف المنتخب الوطني يعرفها المنتخب بيسافر غدا يوم السبس على الثانية والنصف ان شاء الله الى الى لومي اخر حصة تدريبية غدا كذلك صباحا بملعب عنابة نظن انهم يوصلوا لتما يرتاح وعندهم الوقت للتدرب اخر مرة يوم الاحد ويلعبوا ان شاء الله يوم الاثنين زير تيوب اول قناة الكترونية في الجزائر